القانون الثاني للديناميك الحرارية نال القانون الثاني للديناميك الحرارية اهتمام كثير من العلماء والذي يصف التغيرات التي تحدث بأي نظام وخاصة التغيرات التلقائية وغير التلقائية وفيما يلي بعض الأمثلة العملية التي أدت إلى استنتاج هذا القانون مثال واحد عندما يبرد الجسم الساخن فإنه يحدث بشكل تلقائي بينما عملية تحويل الجسم البارد إلى ساخن لا تحدث بشكل تلقائي إنما تحتاج إلى طاقة لتسخينه مثال اثنين عندما نضع غازا في مكان فارغ فإن هذا الغاز يتمدد ولكن لا يحدث العكس أي إن الغاز لا يتقلص بشكل تلقائي عند وضعه في إناء فارغ مثال ثلاثة عند تفاعل المواد الكيميائية مع بعضها البعض فإن هذه التفاعلات تذهب إلى حالة الاتزان ولا يحدث العكس ومما سبق وجد أكثر من صيغة لهذا القانون فكل عالم واصف القانون الثاني للديناميك الحرارية بصيغة تختلف عن غيره ولكن جميعها لها نفس المعنى وتتمثل هذه الصيغ فيما يلي الصيغة الأولى والتي تتم بانتقال الحرارة وتنص على أنه لا يمكن أن تنتقل كمية من الحرارة من جسم بارد إلى جسم ساخن إلا عن طريق بذل شغل من الخارج الصيغة الثانية والتي تتضمن توضيحا لإنتروبيا النظام وهي مقياس لها رجالة النظام أو بمعنى آخر عدم انتظامه وينص على أنه تتزايد إنتروبيا أي نظام معزول مع الوقت وتميل الإنتروبيا لكي تصل إلى نهاية عظمى سواء في النظام المعزول أو في الكون الصيغة الثالثة والتي تتضمن تحول الطاقة الحرارية إلى شغل وتنص على أنه من المستحيل تحول الطاقة الحرارية بأكملها إلى شغل بواسطة عملية دورية ويمكن تمثيل القانون الثاني من خلال العلاقة الرياضية ΔQ يساوي T ضرب ΔS أي إن كمية الحرارة الداخلة للنظام تساوي حاصل ضرب درجة الحرارة في تغير الإنتروبيا وهذا يعني أن العمليات الطبيعية التلقائية تزيد من إنتروبيا النظام ومن خلال القانون الثاني للديناميك الحرارية توصلنا إلى النتائج التالية لا يمكن بناء أي آلة تعمل بحركة أبدية لا يوجد تغير تلقائي ينقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن أو الجسم البارد يصبح ساخنا بشكل تلقائي جميع العمليات التي يحدث فيها خلط بين نظامين أو أكثر تكون غير معكوسة أي الإنتروبي للخليط يكون بازدياد بشكل دائم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر